في المباريات الافريكا في مرحاية خروج المغلوب تحديدا مصر ما دخلش فيها اي هدف غير هدف المغرب اللي جي من ضربة جزاء مباراة السنغال في الفاينل 120 ديئة بلا أهداف مباراة 90 ديئة 20 و 10 ديئة مع السنغال بلا أهداف يخشهم الماك بحيث دايما منظومة كالوس كيروش الدفاعية منظومة نكحة ليه نكحة؟ اعتقد ان هو اولا اختياره للعبين ده مهم قوي توظيف اللعبين مهم جدا وفي نفس الوقت كمان تأمين الصغارات يعني هو بيحط الطريقة تبقى لقدرات اللعبين يعني في بعض الوقت ممكن تكون عندك اتنين لعبين مثلا في قلب الدفاع ما يكونش عندهم صورة عقوي فبالتالي ما بيحولش ان هو ما بيحولش ان هو مثلا يعمل الدفاع متقدم الدفاع متقدم يعني يطلع لفوق فبالتالي يضغط الفرقة من نصف ملعبها فهيبقى في مساحات ورد المدافعين فهيبقى فيها مشكلة في انك انك انت تعدل من التمركز تاك انك انت يكون عندك سرعات مع المهاجمين لو انت ما عندكش السرعة الكافية فبتعمل عمق بسيط شوية وفي نفس الوقت تبدأ المساحات عشان ما يكونش فيه اي تمريرات في العمق بالنسبة للعبين فده هيبقى نقطة برضو نقطة ممكن يكون فيها مش ضعف نقطة مش قوية بالنسبة للمتخب مصر فان هو يثبت احمد فتوح وثبت عمر جابر فبيلعب باربعة قريبين من بعض يعني في بعض الوقت قريبين من بعض لان فتوح لو ضغط او عمر جابر لو قفل من برة فبالتالي فيه مساحة مفتوحة ما بين مثلا الونش وفتوح او علي جابر وفتوح فبتلاقي فتوح بيلعب قريبين من بعض يعني الخط نفسه قريب من بعضه مش فتحين خط نص ملعب فبالتالي هيبقى فيه مشكلة في تبريات العمق او تبريات من برة وانت بتلاقي دايما لما فتوح يضغط على برة بتلاقي الونش بيدم شوية بتلاقي عب منعم بيدم شوية بتلاقي عمر جابر بيدم شوية فانت بتلعب كوحدة واحدة يونت واحدة في ناحية دفاعية مع وجود حمد فتحي قدام النص ملعب قدام المدافعين فهو الوحيد اللي بينزل شوية واني كان وصولية هم اللي طالعين لفوق شوية بتبقول دايما وحركة الوحيد شرحتها تكتيكان وفنهم بشكل عظيم ورعب بسبب قولها ده نظريا يعني انه دايما كارس كدوجي بيحمي المدافعين بتوعه يعني هتلاقي المدافع وجنبه مثلا حمد فتحي جنبه عمر جابر يعني مش هتلاقي الوحده يعني مش هتحط في موقف واحد ضد واحد يعني عشان الناس بتسأل دايما اجماعة مهلوينش كان عنده اخطاء في مباريات الزمالك محمد عمريم كان عنده اخطاء في مباريات الآلي طب هما ليبيا تألقوا لما يبيروا حمد تخم مصر لحركة قلتوا ده بالزبط انه هم هنا محميين في الاهل يمكن وزماك عشان بتقدموا كتير كلهم فبيبقلوا واحده بيقشي السباقات سرعة بالزبط هتلاقي كارلش كوروش بلعب بطريقة مثلا وكان هكتور كوبر بلعب بطريقة كان هكتور كوبر بلعب بطريقة زي السهم زي السهم كده ان هي يعني السهم كده كان قدام فيه مهاجم صريح زي مرون محسن او كوكا او كده وبعاكده صراح و تريد جيه برجعوا فبيقف في المطقة القلب كنت تلاقي ان علي جبر وحجازي ما بطلعوش لبرة دايما بلعب الجوة فكان بيثبت اتنين مدافعين كان النني اعتقد ومش وكر من طريق حامد من النني وطريق حامد في القلب وراهم علي جبر وحجازي وبعد كده فيه كان باكرايت احمد فتحي وباكليفت اعتقد كان كريم حافز اه يعني كان بيغير في عبد شافي اعتقد وبعد كده اللي بيدافع من بره الملعب كان صلاح و تريزيجي وكان بيحط في القلب ثلاث لعبين كان عبدالله سعيد في فعض القوات وكان طريق حامد وإنني فهو بيقفل بيقفل منطقة القلب لا اكتر كوبر بيقفل بس بيقفل بيقفل عرضي يعني ما بيقفلش ما بيقفلش في العمق بس انما بيضم اللاعبين كلهم مع بعض فبالتالي منطقة ال 18 هي الاهم والاخطر يعني انا حتى انا يعني 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 سوري ان انا بدي امثلة في بعض الاوقات على تجارب الشخصية انا حتى كمان المدافعين مثلا انا بقع بثلاث مدافعين بقع بثلاث أربعة ثلاثة فالثلاث مدافعين دول حتى لو في واحد لو بلعبه اربعة اربعة لثلاثة او ثلاثة ثلاثة وبعد كده ده بيروح وده بيروح وراه وبعد كده ده بيرحل شوية بس بينزل تحت عشرين كنت شايف ده وتشايف ده فما بقاش عندي مشكلة مادام الكرة في الناحية واللعب في الناحية العكسية اللي هو حتى فريه والواحده على بال ما تروح لو تقدر ان انت ترحل تاني وتنظر تاني وهكذا فالنقطة كلها ان هو بيحرك المدافعين كواحدة واحدة كيونت واحدة فبالتالي ما بقاش في مساحات في العمق وما بقاش برضه في مساحات في ناحية الكرة فحتى لو الناحية العكسية في لعب حر زي سيد يوماني مثلا عساب المثال وكل بيدخل فكل بتخرج كلمة طيب الناس احيانا بتحس ان اداء الدفاع ده حاجة مملة وبطبيعة الحال كنا نحب الكرة عشان الهداف للشبكة التهاز بس حتى الكرة الدفاعية دي بقت دلوقتي ممتعة يعني معظم فرق ومنتخبات العالم لما انت كمدرب حتى كمشاهد عادي مش مدرب او حد يلاعب كرة بيشوفها كمان انها ممتعة ازاي بيقدر يقفل بالطريقة دي ازاي بيكتعد سيميوني استورتو كمدرب بالدفاع مولينيو نفس القصة برتغال خادت كاس اوروبا بالدفاع يعني وبرتغال عندها خطوات هجومية فالدفاع انا بس عسى حالك توضح للناس انه هو برضه حاجة ممتعة في الكرة ومش تازم نهاجم عشان نبقى بنلعب كرة ممتعة طبعا طبعا اصلا اصلا نقطة كلها ان انا هي زي ما بتقول كده مش ان اللي هو احنا بلعبش في دورة رمضانية انت بتلعب مبارا دولية كبيرة جدا المدرب بيقعد يفكر ويجتهد ان هو ازاي يقفل على الفريق المنافس وازاي ان هو يفتح صغرات في الفريق المنافس فدفحة ذاته زي ما انت بتقول فيها ادراسها وانحنا بنا استمتع بكل حاجة هي الكرة اصلا متعة يعني هو بس الناس واخدها واخدها في ناحية تانية الكرة اصلا هي متعة هي اتعاملت عشان نستمتع بي ان احنا نستمتع وفي نفس الوقت بتجمعنا كلنا مع بعض وتجمعنا كلنا لو انت بتكلم على منتخب مصر فبتجمع الناس كلها طبعا احنا بتجمع في حاجات كتير جدا مهمة في حياتنا سواء في شغلنا ولا في مشاريعنا ولا ان احنا نساند بلدنا دايما وان احنا كلنا نكون ايد واحدة برضو الكرة بتديك عايز اقولك تجربة حلوة ممتعة انك انت ازاي كلنا نكون ايد واحدة في ماتش اكن لو احنا كلنا ايد واحدة في ماتش كرة هنكون كلنا ايد واحدة في حاجات كتير جدا بتحصل في بلدنا